السلام عليكم وصلنا لنهاية المشوار مع أنيمي هجوب العمالقة بعد مرور عشر سنوات من المتابعة ممكن ببساطة أخصص هذا الفيديو عشان أعبر فيه عن مدى تخبط المشاعر اللي مر فيه حاليا أحس بتناقض تام تجاه الأنيمي تجاه النهاية وتجاه حقيقة إنه نحن بنودع هذا العمل خلي مشاعري على جمد والأهم الآن إنه نناقش أحداث النهاية وبحكم إن الحلقة الأخيرة وبحكم إن إحنا الآن وصلنا للنهاية يهمني جدا زي العادة بس الآن أكثر أهمية إني أتكلم على كل شخصية وصولا لنهاية الأحداث مصير الشخصيات المتبقية مهم جدا وكيفية وصولهم لهذا المصير عن طريق الأحداث اللي شفناها بالحلقة يلا نبدأ كل ما يتعلق بشخصية جان وكوني بالنسبة لك كان رائع أولا من حقيقة شجاعة وجودهم في هذا الأمر المأساوي والكارثي واللي يتعدى قدراتهم بمراحل لا عندهم قوة عمالقة ولا هم من الأكرمان لو خذنا جان مثلا حبيت الثنائية الحلوة اللي عملها مع راينر حبيت إنهم في أحنك الظروف بدأوا يرجعوا لذكريات الفرقة الاستطلاعية في الماضي هذا الجانب كان مرضي جدا بالنسبة لي زيل وجع وجراح الماضي في ظل وجود عدو مشترك أو شر مشترك على الأثنين وهذه هي نوعية الحوارات ونوعية المناقشات ونوعية المواقف اللي كان من المفروض كل الأشخاص اللي جايين من الفرقة الاستطلاعية أو المحاربين يمروا فيها قبل وصولنا للتحالف ولو رجعنا على جان كوني مرة ثانية من أجمل الفريمات ومن أجمل اللقطات اللي كانت موجودة في النهاية هو لما انطلع هذا الغاز السام والغاز من المخلوق واستسلموا لمصيرهم بكل شجاعة صقوا كل شيء عملوا كل شيء مع الفرقة الاستطلاعية عملوا كل شيء للإلديانس واللي فصيلتهم عملوا كل شيء للجزيرة عملوا كل شيء للبشرية في موقف لا يحسدوا عليه لكن واجهوا بشجاعة كان عندي طمع بسيط إني أشوفهم مو بس يتحولوا لعمالك أغبياء لكن كمان لجانب سوداوي إنهم يموتوا واللي موتهم يكون لي فاي بعيد عن المزاح كونهم إنهم عاشوا للآن وإنهم حصلوا على نهاية مرضية تكريم وتشريف للمشوار اختيار كم منفق شوية عدالة في هذا العالم الظالم كوني أمه رجعت أهم شخصية عنده أهم شيء بالنسبة له أخيراً ورجعت لحياتها الطبيعية أخيراً رجعت لهيئتها الطبيعية وجان صار الآن في منصب مرموق لو نفتكر مع بعض جان في البدايات ما كان يبقى يبقى لفرق الاستطلاعية اللي حمز وكوني والبقية كان يبقى يعيش داخل الأسوار مع الشرطة فالآن وصل لهذا المنصب وبأحلة الشريف نهاية وأحداث مرضية للإثنين تفهم جداً لحقيقة إنه الشخصيات اللي ظهرت معانا في الموسم الرابع ما لحقنا نعيش معاهم الوقت الكافي مقارنة بباقي الشخصيات اللي بدأوا معانا من البداية لكن ما ننكر إنه عشنا مع شخصيات الموسم الرابع خصوصاً قابي وفالكو فترة طويلة على الشاشة أخذوا وقت طويل ومشاهد متعددة وكثيراً ومعاً ما يمكن أكثر من شخصياتنا الأساسية في الموسم الرابع فكنت وما زلت ضد الاستغلال السيء لقابي وإقحامها في كل مشهد بطولي بأي طريقة لازم يكون لها دور الكاتب أحسن من كده والله ورانا أشياء أفضل من كده ليش مع هذه الشخصية أشوفوا عذر لتغيير الأحداث بأكثر طريقة ممكنة والله أصلاً أول ما شفتها راكبة فوق هذا الطير فالكو وأنا بأقول وقلبي حاسس إنها حتقنص شيء شيخ أحمد خلاص مسخت والله وبالنسبة لفالكو أنا ما كان عندي مشكلة مع هذه الشخصية زمان أبداً تغصية ولد صغير مسكين على قده متعلق في هذه الشخصية اللي اسمها قابي كل الأمور اللي مر فيها وإنه يجري وراها كلها كنت متقبلها والأكثر إنه كنت في أشد لحظات الحزن لما نتحول في ذاك المشهد المهيب مع أخوه فليش تخليه الحقابي في سؤال الاستغلال رجل بطل القصة العملاق المهاجم أرن بكل الجبروت وبكل الغضب اللي كان عايش فيه ما قدر يسيطر على العملاق المهاجم بسرعة فقالكم من أول تحول يتحكم بهذا الطير كأنه طائرة وكأنه طيار متمرس مشكلتي إنه هو كمان ما كان جندي كان جندي حلقة حاله ما كان مثلا زي قابي يعني والله لو قابي على الأقل لو قابي هي اللي أخذت هذا الأملاق وشفنا إنه قابي عندها هذه القدرات على الرغم إنه شايف إنه عندها سوء استغلال بس على الأقل نقول بدأ يبني لها من بداية الموسم بس فالك ولا بالنسبة لنهاية الشخصيتين كانت أمر عادي بيكبروا وبيعيشوا مع بعض وبيزرعوا للمستقبل ما قدر أقول إنه كرهت النهاية ما قدر أقول إنه حبيتها كانت جدا حادية يمكن غريب إنه حطيت بيك وآني مع بعض بس على الرغم إنه إحنا عشنا فترة طويلة مع آني في الموسم الأول لكنها كمان اختفت من الشاشة لفترة طويلة ما أقول غير الله يسامح آي السيامة على طريقة رجوع آني رجوعها كممكن يكون نقطة جوهرية كممكن ناكد حلقات وحلقات لعودة آني وتقبلها وبداية التحالف بشكل أفضل بس خلاصة تكلمت عن موضوع دا كفاية عودتها مهمة جدا مهمات القتالية للعملاق الأنثى بالنسبة لي من أجمل العمالقة في هذه الحلقة تحديدا وفي النهاية الثنائية اللي عملتها مع ميكاسا كانت رائعة ما زال عندي إحساس إنه كيف سامحتها بسرعة بس كانت رائعة من ناحية الدرامية كمان مشهد لقاء آني بأبوها في الأخير أظن الكل كان منتظر لهذه اللحظة لأنه أبوها ما فقد الأمل في عودتها ولو للحظة وهذا يجيبنا لبيك أقل العمالقة ارتباطا مع المشاهد أو ارتباطا معايا وهذا اللي خلى إنه إيسيا مقادر على إنه يخبي بعض المفاجآت لآخر حلقة أعترف أنا ضد اكتشاف أشياء من العدم خصوصا نحن في الحلقة الأخيرة لكن الاستخدام هنا كان جيد وغير مفرد معرفة إنها تقدر تتحول لمرات ومرات عديدة عشرات أو مئات المرات من غير ما يتأثر العملاق أو تتأثر قدراتها كان شي رهيب وفاد الأكشن بشكل كبير بس ما كان السبب الأسيسي لقلب النتيجة مثلا أو لتفوقهم الآن على العمالقة استخدام كان حماسي ورهيب خصوصا في مشاهد الأكشن لكن من غير ما يغير مجرى الأحداث بشكل كبير لكن من أهم اللحظات اللي حسيت فيها فعلا بفائدة بيك كانت في اللحظة اللي يتمسك فيها أرمن وتغيرت الخطة بالكامل مع ليفاي وإنهم الآن ضروري يتوجهوا ويقتلوا إيرن الخطة في البداية ما كان فيها قتل الخطة في البداية كانوا يبغوا يتكلموا معاه ويقنعوه فلما تجي هذه اللحظة ويعم التردد الكل والجميع ضروري يكون عندك شخصية مقبلة ومستعدة لعمل هذا الشيء ومين أكثر من بيك اللي ما عاصرته ولا تكلمت معاه ولا كانت معها أي علاقة مع إيرن أبدا فلو جينا للشخصيتين حبيت بيك جدا حبيت دورها في النهاية واستغلالها من كل الجوانب اللي كان في الأكشن وحتى في الدراما ودورها في القصة من ناحية ثانية حبيت آني ورجعتها وقوتها في الأكشن ومشاهد الرهيبة والثنائية اللي عملتها مع ميكاسا لكن ما زال سهولة التحالف شيء صعب نعدي بصرعة ما زال يوجع ولو جينا على هستوريا ببساطة ما همتني هاد الشخصية غلل سبب واحد ولوجود دمها الملكي فجميل انو احنا في وسط الأحداث وسط الموت بنشوف ولادة عهد جديد للإلديان ولادة مولود حيعيش حياته بالكامل ليشي الهم انه إلديان ولا يشي الهم انه عنده الدم الملكي وهذا بالضبط اللي إيرن كان بيحارب على الفترة طويلة وكان ضد استخدام هستوريا لخلافة الدم الملكي وصراحة العمري ما كنت مقتنع بفكرة أو نظرية انه هي حامل من إيرن أساسا وفي كل الأحوال نهاية منطقية جدا إيرن حافظ عليها وخباها وحماها زي ما حاول مع كل أصدقاؤه لأنه أصدقاؤه والجزيرة يجوا في المقام الأول آه يا راينر أكثر شخصية تمنت الموت حرفيا في قصة الأنمي رمى نفسه للموت مرارا وتكرارا فجميل جدا رؤية شخصية كانت غير مقبلة على الحياة ما تبغي تعيش أساسا حاول الانتحار في لقطة الضعف أنه يرجع الآن بصير شخصية مقبلة على الحياة ولو جينا على الأحداث اللي في النهاية العملاقة المدرعة كان من أقوى العمالقة وأكثر العمالقة اللي حارة بالكثير سواء العمالقة هذول البيض أو حتى مع المخلوق المتوحش في النهاية فأجمل شيء مع راينر أنه الآن بدأ يتقبل نفسه وأكثر شيء كان شايل همه لأنه علاقته مع أمه مطلبة لأنه أمه كانت مستغلة لامتيازات أنها أمه حارب وأنها تستقبله بكل صدر رحب وتقوله أبغاك زي ما أنت تقبل نفسه وأهله كمان يتقبلوه بعدم وجود اللعنة الآن لعنة العمالقة وكان اكتمال تام لآركة الشخصية وصراحة قاعدت أفكر في الاحتمال الآخر لو حطيت نفسي مكان الكاتب كم من الممكن يأخذ هذا الاحتمال أنه يتقبل نفسه أهله يتقبلوه ويعيش مقبل على الحياة زي ما شفنا وهي نهاية جميلة فيها اكتمال لآركة الشخصية من شخص كره نفسه لشخص يتقبل نفسه من الجانب الثاني لو أخذ الحل الآخر وأنه يموت أثناء المعركة برضو كان حيكون شيء جميل تكفيرا على كل الذنوب وكل الأمور اللي مر فيها من وهو صغير فلما توصل لشخصية عندها القدرة على نهايتين مختلفتين تماما وأنا شخصيين أكون متقبل هذه النهايتين فهذا دليل على عظمة كتابة الشخصية راينر من أجمل شخصيات هجوم العمالقة لو نسترجع مع بعض رحلة الموسم الرابع نلاقي واحد من أجمل حلقات الموسم الرابع كانت ماضي زيك حلقة تورينا عملية الأدلجة وغسيل المخ اللي جرشا كان يعملها مع زيك ومن هو طفل صغير وكيف أنه هذه العملية تحولت ضد جرشا وكيف أن الطفل باللعب والحنان من الممكن أنه يتأدلج أوتوماتيكيا ويأخذ القناعات كلها بشكل مباشر وهذا اللي صار بين علاقة زيك والبروفيسور أو مدرس الخاص إكزابر شخصياً أنا كنت مقتنع بفكرة زيك حقة إيقاف مثل الإلديانس صح إنه فيها أيهانة نوعاً ما للإلديانس بس يعني خطة نبيلة نوعاً ما قدر إنه يوصل أرمن للخرس وأنا كمان للخرس لما قلوا أنت عارف إنه الآن قاعدين تحاربوا بس أنت حتأجل موتك حتى لو انتصرت الآن في يوم من الآن حيجي وحتموت النهاية حتمية هذا هو التفكير العدمي تفكيره متوافق جداً مع نظرته للحياة مع الطفولة اللي مر فيها وهينا أنا كنت بين نارين يا أخوان النار الأولى إنه قاعدت أقول تخيل شخص مؤدلج بهذه الطريقة شخص عنده هذه القناعات العميقة الممتدة لطفولته يسيب كل هذه القناعات في جلسة خمسة دقايق ما أرمن تفهموني غلط أنا مقتنع جداً ومن أكثر الأشياء اللي تعجبني في الحياة إنه القناعات ممكن تتغير من أجمل الأشياء اللي تعجبني في القصص كيفية تغير القناعات ومتقبل كمان إنه القناعات ممكن تتغير بسرعة مش بتاخد وقت طويل عشان تتغير إنه موقف أو صدمة كبيرة ممكن يكون سبب لتسريع تغيير هذه القناعات لكن أنظر لهذا الموضوع زي ما قلت لكم عندي جانبين الجانب الأول جلسته مع أرمن ما تعدت دقائق والحوار لدار بينه وبين أرمن رغم من عمق الموضوع لكن لا يرتقي أبداً لتغيير قناعات يدوب كانوا في قشرة الموضوع ما زاد الحوار والحديث بينهم ووجودهم أصلاً داخل المسارات حيث الزمن يتوقف كان من الممكن يكون مدخل رائع إنه هذا الحوار طول والجدال زاد وصولاً للنتيجة مو دقيقتين وبيعهم القضية في نفس الوقت الجانب الثاني مني أنا متفاهم تماماً لعدة أمور ضروري إنه نفتكرها مع بعض عشان نعرف الحالة النفسية اللي زيك كان موجود فيها أولاً نفتكر كل الرحلة اللي أخذها إيرن وزيك في ذكريات أبوه قرشا والموقف والصدمة الكبيرة لما جاء أبوه وحضنه نفتكر حتى قلت في مناقشة تلك الحلقة إنه كيف الإنسان يكون غضان وعنده حالة من الانتقام الكبيرة كيف إنه في لحظة صار فاضي من جوه لأنه كان عايش لهذا الانتقام كان عايش على كره أبوه فزيك الآن موجود داخل هذا المكان هو خاوي مو نفس زيك اللي كان بعقلية وخارج في الأرض العادية زيت عليها أنا دوبي قبل شوية قلت الزمن يتوقف داخل المسارات حاولوا تحسبوها كده زيك له فترة طويلة ما بغوا أحط رقم ما بغوا أقول سنة ما بغوا أقول ميل سنة ما بغوا أقول ألف سنة بس هو عاش فترة طويلة لحاله داخل المسارات من وقت ما إيرن صار عملاق والدك بدأ يبدي والأيام هذه كل هاللي صارت كل هذا وزيك مازال موجود في الداخل والزمن متوقف هذا أعطى الفرصة أكيد يعني لأي شخص قاعد لحاله خصوصا بعد الصدمة الكبيرة اللي أخذها من أبوه إنه يعيد ويزيد ويفكر في قناعاته فأرمن ما قابل زيك اللي نعرفه من قبل أرمن قابل زيك المهزوز أرمن قابل زيك بعد ما عاش فترة طويلة لحاله يعيش مع أفكاره وأحلامه وصح إنه أول نزعة جات من زيك إنه قلوا عن القناعات الخاصة فيه وإنه البشر موجودين للتكاثر بس قالها نقدر نقول من حالة تعاوء نقدر تقول إنه هو الكلام دا اللي دائما في باله ويكرروا لكن من أول كلمة كلمتين منطقية رائعة جدا جات من أرمن بتتكلم عن معنى الحياة والتفاصيل البسيطة اللي احنا بنعيش ليها أهم من أي شي ثاني قدرت إنها تمسك وتعلم معها بسرعة وأظن إنه الوقت الطويل اللي احنا ما عيشناه مع زيك واللي هو عاشه لحاله كان سبب كافي للتقبل هذه النتيجة فيما مناسبة في الوقت المناسب وصلت لتغيير القناعات مقتنع بهذه النتيجة مقتنع إنه قتل زيك كان مهم لإيقاف دك الأرض كمشاهد أكيد كنت محتاج لوقت أطول بس أنا كمشاهد لهجوم العمالقة كملم بالأسرار كملم بقوانين هذا العالم المفروض كمان أخذها بالحسبان فعديت المشهد هذا وأنا راضي تماماً ليفاي أبغى أعترف اعتراف أعترف إنه في الموسم الأول الثاني تقريباً ما كنت أحب شخصية ليفاي بالشكل اللي أحبه فيه اليوم كنت شايف إنه هو شايف نفسه متغطرس من نوعية الشخصيات اللي تشوفها في أي قصة إنه أنا قوي وبس كما عكشفنا قد إيش إنه هو إنسان طيب مع قشرة قاسية تعمل زي القناع على ليفاي حبيت جداً علاقته مع أروين ويمكن أهم نقطة ساهمت في تغيير موقفه من ليفاي هي خلفيته ماضيه طفولته المعذبة كل هذه الأسباب خليتنا نتعلق مع هذه الشخصية اللي هي أكثر من مجرد شخصية أكرمانية قوية بيت كيف إنه النهاية كلها تقريباً تتمحور حوالين أروين وباقي جماعة الفرقة الاستطلاعية حبيت توديعه لهذه الجماعة حبيت إنه ليفاي ولأول مرة خلال ثمانية وثمانين حلقة عرغم من كل المصاعب اللي مر فيها عرغم من فقط كمان أروين المرة الوحيدة اللي يذرب فيها دمعة حبيت إنه من رجع كرس حياته الآن شفناه موجود مع رامزي أطفال زي رامزي ودول كناية إنه بيكرس وقته الآن للأطفال واللاجئين عشان ليعيشوا يعيشة مأساوية زي طفولته حبيت إنه ما أعطه أقوى شخصية بشرية في القصة عمق أكثر من مجرد كونه أكرماني قوي لكن أنا أشوف إنه تم تقديم زيك لليفاي بأبسط طريقة ممكنة كده حاسس إنه ما في حس الإنجاز هو سوى اللي عليه وأتم وعده وقتل زيك بس جاتوا على طبق من دهب أشوفها أقل من قدر زيك أشوفها أقل من قدر ليفاي أشوفها أقل من الندي اللي بينهم واللي استمرت لمواسم لكن برضو بتفكير يتعدى رغبة الأنانية في مشاهدة مشاهد عنف يا رجل كم من رح يتقاتلوا خلاص خلاص إعادة رابعة أظن للقتال يعني حيكون مجرد تكرار خصوصا إنه مشاهد القتال في موسم الثالثة وأسطورية ما أتوقع إنه كم من الممكن مجاراتها ولا حتى أي أنمي آخر يقدر يجريها بسهولة فليش أمسك شي متكامل وعلى رغم من هذا كله مشهد والفريم الرائع من نقزة ليفاي لين قطع الرقبة من أجمل الفريمات في الحلقة وعدم الندم على إعطاء الإبرة لآرمن كانت لفتة جميلة حاجيها بعد شوية مع آرمن إيش أقول؟ عن آرمن شي ما قلته أصلا أظن أنا كنت جدا واضح في علاقتي مع هذه الشخصية آرمن شخصية رائعة ذكي عنده بوصل أخلاقية عالية جدا في عمل مظلم زي اللي إحنا عايشين فيه لما في له خير أو شر وجود هذه البوصل الأخلاقية مهم أزلت عن رأيي إنه هذه الشخصية كان عندها العديد من الفرص المهدرة إنها تكون أعظم مما كان خصوصا إنه جاء خليفة لإرون نسيب كل آرائي عن آرمن من الحلقات السابقة نمسك في هذه الحلقة ونمسك إنه في أكثير من المواقف يعني لما كان موجود داخل المسارات بعد الاختطاف وإنه كيف انتبه لوجود رمل قلت بس أكيده رح يعمل خدعة معينة تخلي يخرج من هذا المكان أو ينجو من هذا المكان لكن كل اللي صاروا وكلام مع زيكو ما أظن الذكاء كله دور هنا بوصلته الأخلاقية نظرته للحياة نعم حتى في القتال مع إرن أتمسك من البداية مع أنه كله دور مهم جدا في الوصول لإرن والتخطيط وحتى بعد ما خرج وانقطع الرأس الخاص بالعملاق الخاص بإرن وشفنا هذا الطفلي أو المخلوق الطفلي هذا لما نخرج ما كان عنده أي توجيهات تجاه الموضوع وواجه إرن وقاتل وكله دور كبير في الانتصار بس هل آرمن أبغى في الضرب أم لا في التوجيهات لكن آرمن بيأخذني ويجيبني حبيت جدا في الأخير كيف أنه وقف وتصدر الموقف وأخذ الهدية اللي جاته من إرن وأخذ البطولة وقال أنا السبب في قتل إرن ناظر جميل مع البطل هيلوس اللي في يوم من الأيام تناولت الأساطير أنه هو اللي قتل الإلديان في الحرب الكبرى أو قتل العملاق في الحرب الكبرى حبيت كمان رجوعنا وتفكير لجذور القصة وكيف أنه آرمن وهو صغير لساعة هم جدد في الفرقة الاستطلاعية تصدر للمشهد ودافع عن إرن ودافع عن بشرية إرن وهنا نرجع مرة ثانية وبيدافع عنه وعن الإلديان كافة وأنهم صاروا بشريين زي المارلي من أجمل الأشياء اللي شفتها في النهاية اعترافه شخصياً بقلة إنجازاته واقتناعه أنه التضحية مهمة للإنجاز وهي قناعة إرون وهذه خلينا نرجع لموضوع الإبرة مرة ثانية وحبيت أنه ليفا يرجع هذا النقطة مرة ثانية عشان نستذكر إرون وإرن وتشابهين في شيء مهم جداً الأثنين وصل بيهم الهوس واحد الهوس في الحرية والثاني الهوس للخروج ومعرفة الأسرار إنهم يصيروا وحوش لكن أرمن في خضم كل هذه المواضيع ما زال أنقى شخصية في هذا العالم الموحش شخصية الأكثر إنها تستاهل تكون سفيرة للسلام في هذا العالم بالأشياء الجميلة في لقاؤه مع إرن في الذكريات كيف إنه كمان شعل المسئولية بيقول أنا السبب في وصولك لهذه المرحلة إنه أنا اللي وريتك العالم الحر وبيعترف وهنا جمالية الصدق بين الأصدقاء بيقوله ترى حتى أنا كان عندي إحساس وحاجة ملحة غريبة إنه أبغى أقضي على كل من في الأرض وما سواها بس الإحساس عنده وحاس بالدمب تجاه هذا الإحساس هنا نقاوة الشخصية لما نفتكر هجوم العمالقة هنفتكر غدر خيانات توحش ضرب صراعات نادراً ما نفتكر طيبة ونقاء والسلام وأظن إذا فيه شخصية مثلت فيها هذه الأمور كلها وكانت منفذ آي سياما إنه على الأقل يعطي أمل في البشرية كانت أنطلي غارمين آه ميكاسا الحب الأول وأكثر الشخصية كنت متعلقة معها لفترة طويلة في عالم هجوم العمالقة كنت قاسي عليها نوعاً ما في الحلقات الأخيرة لأنه صدقاً ما كنت فاهم توجهاتها أظن الحلقتين الأخيرة وما قبلها رجعت ميكاسا لمكانتها وأكثر كل اللي صار مع ميكاسا كان سبب في التخبط اللي هي مرت فيه واللي أنا مريت فيه عشان أفهمها وصلنا لتفسيرات عديدة وصارت الآن مقنعة إنه أيرن أكثر إنسان عاشت لحمايته للقرب منه يقول لها إنه يكرهها هذا أمر مو بسيط فما بالك مو بس يقول إنه يكرهها يشككها في حبها له وإنه حبها مبني على شيء تقني أوتوماتيكي لإنها أكرم أنه هو مع المؤسس وليس حب عاطفي حقيقي أسوأ الأمور اللي أي إنسان ممكن يعدي فيه سواء في قصة جومة العمالقة أو في الحياة ككل إنه شخص يتلاعب بعواطفه باستخدام حجج كانت مقنعة لأنه أنا شكيت إنه فعلا حب ميكاسا الأرمن أو حب ميكاسا الأيرن حب غير طبيعي فهذا اللي يخلي أهم حدد صار معانا الميكاسا طبعا يا قتل الأيرن وهنا يجي بارادوكس هنا يجي تناقض كبير لأنه بقتلها الأيرن فيه إثبات إنه حبها كان حقيقي لأنه ما زال يمديها تتصرف بعقلانية لا قوة أكرم ولا مؤسسة حكم فيها لو كانت عبدة كان من المستحيل توصل لها للنتيجة خيل توصل لمرحلة الطريقة الوحيل الإثبات حبك هو قتل الشخص اللي تحبه لكن ضروري طالما تكلمنا عن الحب طالما تكلمنا عن أيرن ميكاسا نظروني أن استوعب وصولها للنهاية وإنهاء لعنة العمالقة ما كان مبني بس على تضحية ميكاسا أو على حب ميكاسا وإيرن هذا جانب بس كان فيه جوانب كثير وصولا لآخر نقطة هرجع لي ده الموضوع بعد شوية لكن لو أخدنا هذه النقطة تحديدا كفيها إسقاط جميل على أرض الواقع اليوم كيف أنه قتل ميكاسا لإيرن وأخذ موقف من جرائمه سبيل لخروج اللعنة ممكن تحب شخص لكن تكون عقلاني كفاية أنك تعرف أنه هذا الحب غير مفيد وتتركه قتل أشخاص العقلانيين اللي يقدر يوصلوا لنتيجة أن الحب وحده ما يكفي هذا الشيء شفناه لدرجة من الغلو والمبالغة طبعا في قصة أرجوم العمالقة لكنه إسقاط جميل على الواقع من الناحية التقنية طريقة وصولنا للحظة القتل كل الأمور من بداية القتال للدوران الرهيب حق الأكرمان وليفاي وليفكرنا بكل شيء صار معنا في الموسم الثالث ما بأجرمت في هذه اللوحة التصويرية الجميلة والتحريك وصولنا فتح لها الباب فتح البوابة اللي عندها الأسنان لدخول ميكاسا هنا يجي المنتاج الجميل اللي صار بين الأحداث الحقيقية اللي بنشوفها وبين الرؤية اللي لميكاسا اللي شافتها قبل ما تبدأ القتال دمج رهيب صاير على الشاشة من جانب بنشوف إنه موت إيرن محتوم في النهاية هو ميت ميت ياب سيف ميكاسا أم اللعنة تيمر بعد أربع سنوات ما نكمل المدة كاملة لللقطات الجميلة في المنتاج كيف لما نقلها أباكي ترمي الوشاح بعضها على طول ما رمت سلحت بالوشاح عشان تروحوا تقتلوا الاقتسامة تقتل صح؟ اقتسامة فيها غصة بس فيها تقبل بيت ميكاسا ونهايتها جدا بيتي خلاصها لإيرن بعد وفاته وزياراتها المستمرة وكيف إنها ماتت واندفنت جنبه ما توقعت أبدا إنه هجوم العمالقة ممكن يوصلني لهذا الحد من الشاعرية ميكاسا كانت بطلت الحلقة الأخيرة بلا منازع الشاهد إنه حرجع لميكاسا مرتانية كلامي منته هنا أبدا وصدرولي أن ترجعها الآن لإيرن أنا من الأشخاص اللي كنت صريح جدا بعلاقتي مع إيرن وصولا للموسم الثالث نوقف هنا أنا أقرأ إيرن أنا أقرأ إيرن أكثر شخصية مستفزة في الحياة كنت كاره للشخصية المتخبطة عديمة القرار البكاية لكن أن تتخيل لما نشوف هذه الشخصية المتخبطة البكاية ترجع لنا أول شي نو كبر شوية مع الشعر الطويل مع الهيئة المتكاملة بيتكلم بأسلوب هادئ جدا عكس إيرن بيتكلم بيفكر برزانة وعقلانية بعيدا عن عصبية إيرن المعتادة غير أنه عنده خطة مجنونة لعشان يحمي جزيرته وأصحابه وأنه يقتل كل من في الأرض شخصية كول حلوة كل شي رهيب الرسم الشعر كل شي كان حلو بس كنت دائما واللي تابع المناقشات الخاصة بالموسم الرابع كان دائما عندي سؤال أنا منتظر أعرف إيش السبب اللي خلى إيرن يتغير بهذا الطريقة وكنت أظن إني عرفت الإجابة في الحلقة السابقة اللي هي ما قبل الأخيرة وعلى الرغم من اتساق النتيجة أو عن ما لكن أقدر أقول إنه طلعت غلط للمرة الثانية الشي الصح إنه إيرن ما زال ما تغير وهذا قلت قبل كده إنه ما زال ما تغير وإنه الهدف هو واحد مع تغيير الهدف وإزالة العمالقة من الوجود الآن مو بس العمالقة العمالقة وأي أحد ممكن يسبب شر على أهل الجزيرة هذا الشي ثابت وإن في نفس الوقت على الرغم إنه قال إنه بغي يخلي أصحابه أبطال لكن في لحظة صفة في لحظة صادقة جدا أعترف بشيء الأهم إنه ما زال هذه التصرفات اللي عملها نابعة من أنامية مفرطة عنده يبغي يسحق الأرض وما فيها يبغي يشوف هذا الكون الحر بنفس العين اللي كان يتخيلها وهو صغير لما آرمين كان يوري له صفحات العالم الخارجي هو فعل دك الأرض لعدة أسباب من أهمها الأنانية الخاصة بإرن إرن مو بطل مثالي مطلق أبدا تغيير اللي كنا نحط يدنا عليه طلع مش تغيير في الشخصية قدر مو تغيير في التحكم بالعواطف كيف يقدر يحط قناع يستر فيه كل العواطف الداخلية يبين قوة وجبروت لأقرب الناس ليه قناع عشان يخب الحقيقة اللي في الداخل هو ما زال مفتقد لأصحابه ما زال يبغى حبيبته ما زال ما يبغى يموت أصلا إرن ما زال إرن ما زال مراهق ما زال صغير بس حط هذا الفساد حط هذا القناع من الخارج يخب هذا الضعف هذا التغيير الوحيد اللي صار وهذا المشهد بالنسبة لي هو أهم مشهد وضح الشخصية عندي بالكامل تفاهم إنه منظر القوة كول أكثر بس هذا المشهد أنسن إرن أكثر كل شخصيته منطقية أكثر وأكثر في الخير إحنا بشر بأواطف مو مجرد روبوتات كل الشباب كل الرجال مهما بيّنوا من قوة وصلابة إلا وما يجي عليهم فترة يحس بالضعف يا زي راينر يحس بالضعف وتوصل فيه درجة أنه ينتحر أو زي ما شفنا إرن لحظة الضعف يدور فيها على شخص قريب منه يفتفضله ويريد كواحد زي آرمن وفي لخير هذا الضعف اللي وصل فيه ما وصله قدام أي أحد وصله صاحبه والصديقه المقرب اللي هو آرمن لا وحيمسح الذكريات كمان ما حيعرفها إلا بعد ما يموت فحط كل الضلوف الممكن عشان لأول مرة من فترة طويلة جدا يقدر يفتفض على الجواه والحلو كمان إنه على الرغم إنهم بدأوا كالصغار في السن وهم موجودين في المكان أو في القرية زمان لكن اللحظة اللي وصل فيها للضعف ما رجع اللي منطقة الضعف هو ما زال في هيئته الصغيرة رجع اللي الضعف هو في هيئته الكبيرة اللي احنا ولفنا ما نشوفها غير قوية جميل الاختيار جميل إنه إرن قدر في هذه اللحظة نفسها إنه يوصف لآرمن قد إيش إنه كان عايش في عذاب عقله في حالة فوضى كاملة بيشوف الماضي والحاضر والمستقبل في لحظة اللحظة هو إرن المراهق هو إرن الكبير في السن هو إرن الميت هو إرن القاتل هو إرن الطيب لأي شخص ممكن إنه يحكم على قرارات إرن هل أنت متخيل اللي ممكن تعيش نفس هذه اللحظات؟ خصوصا شخصية إرن ميزين ملوك الخاصة اللي كانوا عايشين مع الإلديانس ملكة فريدا ولا أبوها ولا غيرهم ولا كلهم كانوا عايشين حياة هادئة فما بالك إرن اللي حياته أصلا كانت معدومة ويحصل فوقها على المؤسس مع الحقد اللي موجود بالداكن وعلى المستقبل المنطقي اللي لازم يوصله للأسف الحرية اللي كان دايماً بيوصل ليها هو سار عبد لهذه الحرية وسبقه تكلمت على هذا الموضوع حلقة سابقة القوة اللي كان يسعى للحصول عليها واللي ظن إنها حتساعدوا للحصول على حريته استعبدته ثم أن كان نفسه وأمه وكل المحاولات زي ما شرح لآرمن عمل محاولات كثيرة جداً لكن باقت بالفشل والمصير دائماً هو نفس المستقبل إرن ما زال أرعن إرن ما زال أحمق اللي فرق إنه نفس الأرعن والأحمق اللي عشنا معاه هو صغير كبر وصار عنده قوة هائلة وقدر إنه يحط قناع يشيل كل هذه العواطف على جنب عشان يمشي قدماً هذا اللي كان دائماً يطول في المراية بيحمص نفسه ويشجع نفسه لأنه الآن يقدر نحس ونشوف كيف كان عايش من جوه هو ما كان يبيعمل ولا شيء من دلال الأمور كنا نتساءل كيف إرن رجع قوي وصاطي وذكي قوي وصاطي لأنه كان حاطة القناع الذكاء وكل الأمور اللي شافها لأنه ببساطة شاف المستقبل هو الآن ضروري إنه ينفذ هذا المستقبل بحدا فيه مستقبل هو شافه لكن ما عاشه اللحظة اللي بيعيش فيها هذا المستقبل يخليه يزيد إيماناً أكتر وأكتر حتتحقق لو أخدنا مشارك لما ماتت ساشا ليش ضحك والمفروض إنه عارف إنه حتموت ساشا بالضبط هو كان شايف ذا الشي بس موت ساشا كان أول موت يعيشه بعد حصوله على هذه القوة ويقدر إنه يشوف إنه كل الرؤى المستقبلية بتصير حقيقة أمامه فهذا اللي خلاه يضحك من الخوف من الفجعة كل الرؤية اللي شايفة الآن مكملة فضروري يكمل على نفس الخطأ هذا يجيبنا لوحدة من أهم الشخصيات اللي معانا في قصة هجوم العمال قوي شخصية يومير ضروري نفتكر بعض الأمور البديهية عن يومير عمر مبكر جدا نقدر كمان نقول لك كما كان الطفلة تم استعبادها عانت من الظلم وشافة القسوة البشرية في أقسى مراحلها أخيل معايا طفل يعيش ويتربى ضمن هذه البيئة الوحشية ليش ممكن تكون نظرة هذا الطفل للعالم هل هيعرف الصح من الغلط هل هيكون عنده تعريف واضح للخير والشر هل هيعرف أصلا معنى حط هل هيعرف قيمة تقديس الذات كرامة أي كرامة وانت من أول يوم ومن الطفولة هو مدعوس عليه طبعا يومير شخصية خيالية لكن الأحداث تم كتابتها بطريقة واقعية تؤرخ فيها العديد من المجازر والتصرفات الوحشية اللي البشر عملوها البعض خصوصا فيما يتعلق بالاستعباد في فرق بينك تستعبد رجل بالغ وناضج عاش الحياة شاف خيرها وشرها وصولا للاستعباد وبينك تستعبد طفل ضروري نحط هذه الأشياء كلها وإحنا نتكلم لأنه من أهم الأشياء اللي شفتها في هذه الحلقة كان مشهد سريع وخفيف لكن كان مهم يومير فعلا هي اللي هربت الخنازير ما كانت مظلومة صح أنه اللي صر لها من تعذيب وكيف جري وراها في الغابة كان أمر إجرامي بس على الأقل هي كانت السبب عندها نزحة لحرية التصرف نزحة تجاه افتعال اللي تبغاه بحريتها من جانب ثاني نشوف أنه هذه كانت المرة الوحيدة اللي يومير تتمرد فيها على قوانين سيدها وبلدتها نشوف أنه في المرة الوحيدة اللي تتمرد تمر بهذه التجربة الوحشية فلو كان عاشت طول عمره ويشاف العقاب يتم تطبيقه على الغير يفرق لما تشوف هذا العقاب يتم تطبيقه عليها ومعليش والله حطلع من هجوم الأعمال قشوية لأنه التاريخ وثق هذه العلاقة بين السيد والعبد توثيق مفصل مالكين العبيد كانوا يستخدموا أنظمة واضحة لضمان استمرار وعبودية الأفراد اللي يملكوهم مو بس الأفراد اللي يملكوهم والأجيال القادمة كمان تم توثيق أنه هذه الأساليب كانت تنتج أجيال تنتج أطفال مهما كبروا مهما زالت قوتهم مستحيل يقلبوا على أسيادهم حتى لو تاحت لهم الفرص للهرب أو الضرب أو الانتقام مع عدد بعض الاستثناءات القليلة الأغلبية منهم كانوا دائماً يستمروا بالطاع ومع تقدم العلم والدراسات فيه كثير نظريات بس من أكثر الأشياء اللي شدت انتباهي نظرية العجز المتعلم وهينك تعلم الشخص معنى أنه يكون عاجز ترجى يحس أنه ما يقدر تصرف مع أنه عنده كل الأدوات اللي تقدر تخليه يتصرف عارب الحلقة دي حتكون طويلة بس سمحوني خلاص آخر شيء أبو أشرح نظرية بشكل سريع النظرية هذه اللي هي العجز المتعلم تم عمل اختبار على ثلاثة مجموعات من الكلاب أول مجموعة حطوهم في قفص لمدة من الوقت وبعدا طلعوهم للقفص المجموعة الثانية حطوهم في قفص وقعدوا يعطوهم شحنات كهربائية ويسعقوهم بالكهرباء إليه نكتشفوا إنه فيه إزرار موجود داخل القفص لو ضغطوه يوقفت الكهرباء ويقدروا يخرجوه المجموعة الثالثة حطوهم في قفص وبدأوا بيسعقهم كهربائيا وما في شيء يفيد عشان يوقف هذه الكهرباء حتى الزرير اللي موجودة ما تفيد في المرحلة الثانية من التجربة أخذوا نفسه ثلاثة المجموعات حطوهم في جهاز مقسم لقسمين مقسم مكهرب وقسم غير مكهرب ومفتوح يقدر يخرجوا من المكان للثاني المجموعة الأولى والثانية أول ما حطوهم في المكان المكهرب ردة الفعل كانت الهروب والانتقال للجانب الآخر لكن المجموعة الثالثة لما نعمل عليهم هذه التجربة وحطوهم في المكان المكهرب ما عملوا أي تصرف عشان يحاولوا يخرجوا من هذا الموقف تعلموا العجز تماماً وتتعدى المسميات والنظريات علاقة البشر ببعض علاقة معقدة الأواطف من احترام من حب من خوف فيها الكثير من التصنيفات صعب تاخد نوع واحد وتعممه وإن رجعنا اليومير صح إنو هي عاشت طفولة موحشة صح إنو كان عندها نزعة الحرية لكن إيش الثمن اللي جاء في المرة الوحيدة اللي حاولت التمرد على النظام على طول شافت عقاب وخيم زاد من إحساسها بالعجز هذا اللي خلاها تتعلم العجز فلما انحصلت على قوة العملاق ما راحت وتمردت مرة ثانية راحت وسلمت القوة هي تعلمت إنها عاجزة من ديها تعيش غير مع سيدها هذا السيد هذا الملك اللي استقبلها وعطاها حياة مختلفة تماماً لأول مرة في حياة هذه الطفلة تحس إنو لها قيمة تحس إنو لها فائدة وتقدير وإنها شايفة إنو هذه الأمور حصلت ومقترنة باقتران تام لما نعطت القوة الخاصة فيها للملك هذا خلاها تشوف الحياة من منظورين منظور العجز والتعذيب عند مخالفة أوامر الملك منظور الرفع والتقدير عن طاعته وشفنا نظرتها وهي صغيرة وهو بيتزوج بنت صغيرة عايشة هذه الحياة الوحشية ما تعرف أساسيات المهمة في الحياة الملك يصير نوعاً ما زوج لها في يوم من الأيام كيف ممكن تقابل هذا الشيء غير بحب هذا الأمان الوحيد اللي عاشت معاه ما تعرف أي أمان آخر فاستمرت بإعطاء القوة الخاصة فيها للملك بس الآن في فرق كبير جماعة لازم يستوعبون إحنا داماً نفكر بيومير إنها هذه الطفلة المغلوب على أمرها لكن وقت عصولها على القوة ويعطاها الآن للملك أصبحت أداة قاتلة أداة وحشية للدمار الشعوب قاطبة فيومير الآن صارت مجرمة يوميره من عمر مبكر عرفت أن السبيل لأمانها واستقرارها هو الإبادة إبادة أي شعب آخر غير الإلديانز كرس بعدها 2000 سنة داخل المسارات لتكملت مسيرة الملك ونسل الإلديانز هي القناعة الوحيدة اللي عندها الأمانة الوحيدة اللي وصلت لي ما تعرف أي معنى آخر للحياة تعرف أنه إيرين قال لهم تعالوا وراي أنا ما أهمني أحدك الأرض وأنا ماشي بس مين وقف في وجه كل الأصدقاء؟ هي يومير هي اللي طلعت العمالقة اللي باللون الأبيض هي اللي خطفت آرمن في الأخير هي اللي كان بيدها إنهاء اللعنة بشكل كامل تخصية مقتنعة نوعاً ما لأنه يومير ما عاشت حياة عادية طبيعية هي تقدر تعرف ما أنها معاني الحياة شافت عن طريق آرمن وميكاسا وإيرين ثلاثة أمور جوهرية مع إيرين تعلمت معنى الحرية مع آرمن عرفت المعنى للحياة تفاصيل الصغيرة البسيطة ومع ميكاسا تعلمت معنى الحب الحقيقي ولو نفتكر مع بعض الكلام اللي كروغر قالوا لقريشا كيف إنه العملاق المهاجم على مرة العصور إن دائماً يسعى خلف الحرية ليش ما يكون هذا القتال والحرية لتحرير يومير نفسها مع كل الكلام اللي شرحته النتيجة اللي وصلت لها إنه آي سياما مع كل القضايا اللي شرحها في القصة كل القضايا النفسية والاجتماعية والاتصادية والعنصرية وغيرها وصل رسالة كمان عن طريق التعلق في الحب إنه من أسباب عذاب البشر هو الحب إرن الخوف من فقد الأشخاص اللي نحبهم يخليك توصل لمرحلة إبادة شاملة وهذه اللي سوها إرن وطاع عمياء زي ما عملت يومير مع فريدز خايفة من فقدان المكانة خايفة من فقدانه هو اختيار يومير لميكاسا لأن حب ميكاسا لإرن يوازي حب يومير لفريدز مع اختلاف التشابه طبعاً تحب وتعشق إرن لكن الحب ما وصل لدرجة الاستعباد أو الاستيلاء التام عليها وتصرفاتها فإن كانت يومير تبحث عن الحرية فوصلت للنتيجة هنا الحرية مو زي ما كانت تتصرف زمان وإبادة كل البشر غير الإلديان أو استمرار نسة الإلديان وطاعة الملك الحب في ترك السمية سمية هذه العلاقة والاستمرار في الحياة نرى هذا الشيء بشكل سريع في إعادة ترجمة المشهد محاولة اغتيال الملك فريدز وإنها أخيراً بدت نفسها وقربها من بناتها وحياتها عليه نفتكر مع بعض يومير أصلاً ميتها بسبب تعلقها وحبها بالملك ما زالت متواجدة في هذا العالم حب المريض المعقد الغريب النابع من طفولة غير اعتيادية ووحشية وأخيراً قدرت تسلم وتختفي من هذه الحياة وتختفي معاها اللعنة كل هذا الكلام أنا متفاهمة جداً ومقتنع فيه كمان بشكل كبير جداً لكن تمنيت لو قضينا وقت أكتول معيومين لو عرفنا تفاصيل أكثر عن هذا المخلوق علاقتها بع المخلوق كيف توارثوا بناتها كيف تم تحديد الأجيال بين أشخاص بدم ملكي أو غير دم ملكي كثير وكثير من الأمور عبارة عن فرص مهدر أي رجل عملت موسم كامل كان كله فلاش باك والعودة للماضي الحص بأتاكم تايتن كان ممكن نستمتع ونعرف تفاصيل أكثر وأنا متأكد من قدرة آيس ياما على تكملة العالم لا الوقت الآن أن أتكلم على المكاسة للمرة الثانية لكن قبل ما أتكلم عن المكاسة ضروري أن أطفشكم وأقول نظرية خارج المنهج اسمها نظرية الفراشة أو حلم الفراشة يقول لك في يوم من الأيام أحد الأشخاص نام نوم عميق وحلم أنه فراشة عاش حياة الفراشة بالكامل انحاسس بالحلم كأنه حقيقة لدرجة أول ما استيقظ سرشاكك هل هو إنسان حلم أنه كان فراشة أو أنه فراشة يحلم الآن بأنه إنسان وإن يجي تفسير قوة الأحلام وكيف تكون واقعية لدرجة أن الشخص يسعر أنه فعلا عاش هذا الحلم أذكر هذه النظرية لسبب واحد فقط أنه دائما ربط الفراشة في بعض الأمور الأدبية والقصص الأدبية متعلق بالحيوات المتعددة حيوات أو وجود شخص يعيش واقع وحياة موازية وهذا اللي خلينا نرجع مرة تانية مع ميكاسا لأنه أخيرا صار فيه نوعا ما تفسير للأوفا الخاصة بميكاسا الأوفا للناس اللي ما تعرف وإذا ما شفت الأوفاات للآن ضروري ترجعوا أعمل السيرش على الأوفا الخاصة باتاكن تايتن هي عبارة عن مجموعة من الحلقات منفصلة عن المواسم في عندنا حلقة عن ماضي ليفاي عندنا حلقة عن آني وعندنا حلقة كمان عن ميكاسا حلقة ميكاسا كانت عشوائية جدا ما شفت الأوفا ضروري تشوفها ولا ما حتفهم الكلام اللي حقوله الآن ببساطة في الأوفا بنشوف إنه حياة ميكاسا مكملة بكل شي ماتوا أهلها تعرفت بإيرن ووصولا للحظة اللي جيها أرمن ويقول لها إنه إيرن مات وضحب نفسه عشاني وأكله العملاق هذه الحالة تكون ميكاسا زي ما نفتكر كانت ميقوسة خلاص طاحت حتى منو هي بتطير صارت يائسا للحياة التغيير اللي بنشوفه في هذه الأوفا إنه في هذه اللحظة ميكاسا تسمع صوتها وإنه شخص كإنه بيقول لها لو ما عاجبك الظروف الآن لو ما عاجبتك الحياة الآن يمديك تروح لأي حياة وظروف أخرى وتغيري أي شي تبغي لكن إيرن دائما حيكون مصيره لموت فعلا في نفس الحلقة نشوف ميكاسا في عالم ثاني أهلهم لساهم عايشين تعيش عيام كملة ما يجوا المجرمين يقتلوها ويقتلوا أهلها لكن برضو في هذه الحياة الأخرى إيرن يموت بسبب عشوائي آخر تذكير إنه إيرن دائما مصيره الموت اللي خلاني أذكر الفراشة أو نظرية الفراشة نظرية العوالم المتغيرة إنه برضو في الأوفا بنشوف فراشة بلون معين تطلع رمزية ممكن لهذه النظرية والأوفا هذه نمعا ما بتمهد إنه ميكاسا وفكرة الحياة المغائرة أو الواقع المختلف شي مرتبط معاها وهذا يجيبنا للرؤية اللي جافتها ميكاسا في الحلقة الأخيرة هي بتصحه كإنها نايمة نومة طويلة وهي بين الاستنساخ والتناظر الجميل مع بداية الألم أساسا لما إيرن استيقظ كمان بس بدل ما إيرن استيقظ ومكاسا لتصحي هنا عندنا مكاسا لتصحى وإيرن اللي صحيها ونعرف إنه مصلوا لهذا المكان إنه في لحظة ما لما نتقابله هم موجودين عند المارلي اعترفت له بحبها واقترحت عليه إنه مشردوا ويهربوا من هذا المكان وإنه الحرب حتبدأ وإنه آرمن بيدور عليهم وكل الكلام اللي احنا شفناه وإنه معيشوا مع بعض لمدة أربع سنوات اللي هي آخر المدة المتبقية لإيرن إلين يموت من لعنة يومير وإنه التناظر الجميل والمنتاج الرائع زي ما قلت بداية الحلقة في اللحظة اللي يموت فيها إيرن في هذا العالم المغاير هي نفس اللحظة اللي تقطع به رقبة إيرن وتبوسه لأول مرة كاسا في هذه الرؤية لو مشينا وراء نظرية الفراشة هي عاشت حلم أو رؤية حقيقية جدا واقع مختلف لكن حقيقي عاشته بالتفاصيل كاملة عاشت مع إيرن أربع سنوات كاملة صح المشاهد كانت سريعة معانا على الشاشة اللي بحاول أوصله إنه ميكاسا عاشت هذه الحياة كاملة إلين ترضى وتوصل للسلامة النفسي التام وتودع إيرن بموتة طبيعية بسبب اللعنة فلما نستيقظت من هذه الرؤية هي عاشت مع إيرن في حياة وواقع مختلف لكنها متقبلة الآن لتوديعه في هذه الحياة والواقع الآن هذا اللي خلاها ترتاح أكثر للقرار اللي وصلته وتقتله بابتسامها مشكلتي الوحيدة إنه هنا ميكاسا ويتكلم أرمن بتقوله إيرن زارك أنت كمان مع أنه الاثنين مختلفة تماما إيرن زار أرمن وزار كمان كوني وزار أضن آني زار كل أصحابه ووزع ذكريات معينة ما شفنا منها غير أرمن الفرق إنه أرمن رجعت له الذكريات وبقية أصدقاء رجعت له من الذكريات بعد ما مات إيرن لكن ميكاسا شافت هذه النقطة كرؤية في عز اللحظات اللي كان لازم تتحرك ودكتور إيرن في هذه اللحظة إيرن خرجها من هذا الواقع باستخدام قوة المؤسس ونقلها للواقع المختلف وعاشت هذا الواقع المختلف تماما زي حلم الفراشة بإحساس إنه كان حقيقي وهنا استخدام الأوفا عشان نعرف أولا إنه ما في مصير لإيرن غير إنه يموت وإنه ميكاسا والارتباط بالواقع والرؤى المختلفة مرتبط معها فإيرن ما تلاعب بذكريات ميكاسا لإنها أكرمة إيرن تلاعب ذكريات البقية لكن ميكاسا وراها واقع مختلف إيرن كمان صح إنه من قالت علنا بس نقدر نفهمها أول ما رجعت للوضع العادي وتقبلت الآن حتكتل إيرن عرفت مكانه فأكيد هو اللي وصل لها عرفت إنه موجود داخل فم العملاق من ناحية ثانية على الرغم إنه ما في أي تأكيد وهذا اللي يخليني زعلان 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 عن الفرصة المهدرة من أي سيامة فإذا إيرن فعلا عاش وزي ما قال لي آرم إنه شاف احتمالات مختلفة وما في أي احتمالات ضبط ممكن واحد من هذه الاحتمالات اللي فعلا عاشها إيرن كانت مع ميكاسا في هذا الواقع المغاير وإنه ميكاسا ودعته في هذا العالم وهذا الاحتمال ورد له أراك قريبا واستيقظ بعضها إيرن لإعادة الزمن من راسياني وإعادة الاختيارات كلها في قصة هجوم العمالق اللي إحنا شفناها بكل القرارات اللي هوها اللي عاشها فيه في الدكة الأرض وإنه ينقتر في الأخير فهذا لوب آخر ما في أي تأكيد على هذا الكلام اللي بأقوله كنت أتمنى إنها تقال صراحة لو جينا نتكلم على النهاية ضروري نفتكر إنه وصولا للموسم الرابع وإنكشاف الألغاز والغموض تغير الهدف من الأنمي الأنمي في بداية كان عبارة عن غموض لغز أبغى أعرف إش اللي صار وصولنا لموسم الثالث تقريبا عرفنا كل حاجة فتحول من لغز وغموض لوصولنا لمرحلة انتقام فانقسم الآن نصين مع إيران نص يبغى إيران ينتقم بشكل كامل ويقتل هذا العالم كله ونص لا يبغى يشوف كيف عملية الدكة هذه حتوقف لأنها إجرامية سبق وأشرت في التلقاشة حلقة السابقة إنه شايفة النهاية وواضحة قدامي إنه منطقية جدا إنه يتم إيقاف الدك وقتها كنت بقى أشير وبقى أفكر للنهاية وهي مشابهة جدا لهذه النهاية من أنيمي كود قياس لكن انبسط جدا على الرغم من التشابه لكن تم التغيير في أمور جوهرية صح نفس الفكرة بس التنفيذ مختلف إيران فعل دك الأرض إيران طلع شرير الكل والجميع الآن متفق على إنه إيران شرير وإنه اللي وقفوه هم الأبطال جميل هنا التشابه الوحيد الفرق الأكبر والجوهري إنه تم إبادة 80% من البشر إبادة لهدف إنه عدد البشر في الخارج يساوي عدد البشر اللي موجودين في الجزيرة فالآن بينهم متكافئ وقالها علنا الصراع ما حيوقف بس على الأقل القوة تكون متكافئة واللعنة حقية العمال قد تنتهي هنا كيف تأخذ الفكرة حتى ليقولوا سرقة تسرق فكرة معينة وتبني عليها تسرق كل فنانين في كتاب جميل اسمه ستيل لا كنورتست بيبيننا منه كل الأفكار ما في فكرة أوريجينال جية من حالها دائما الأفكار تبني على بعض الفرق أنك تسرق كفنان أنصح بقراءة الكتاب فزي ما قلت عجبني 80% من البشر ماتوا ما كان كلام في الهوى وكلام فاضي ثالثا اعتراف إيرن إنه هذا الشي عمله أنانية منه يبغي يشوف العالم فاضي زي ما تخيله الثالث النهاية ما كانت سعيدة أبدا مو بعد موت إيرن الأرض ومن عليها سيعيشوا في سعادة في رخاء وسلام أبدا النظرة التشاؤمية للكاتب تجلت في النهاية واللي ما أخدها كحجة عشان ينهي بها القصة بناها ورمالنا هي من المواسم الأولى سواء بيكسس هو بيتكلم مع إيرن وبيقوله من قبل العمالقة أصلا وكان البشر يقتتلوا لأي سبب أو كلام إيرن مع بيكسس اللي يقوله أنه المرة الوحيدة أن البشر والجنس البشري ممكن يتوقف عن القتال إذا كان عدد الجنس البشري واحد أو أقل حبيت مرة في الأخيرة الموسيقى اللي طلعت طبعا وكل الأمور هذه لكن حبيت مرة كيفو الرونة السوداوية لحقت البشر يعني راحوا لأبعد مجال أول شي الزمن ماشي فترة طويلة إحنا لو نعد عدد الفصول اللي مشت هتلاقي نهو يعني ما نفاكر صراحة الرقم بس سنين طويلة يمكن تعدي مئة سنة إلىين وصلنا للدمار الشامل اللي صار صنا بنشوف أنه قل دي بتتطور وتصير مباني وسيارات وبعدين تصير ناطحات سحاب بعدين زي كأنه زمن مستقبلي إلىين ما تصير الحرب الكبيرة ويتدمر كل شيء والحياة ترجع من جديد الشيء الوحيد اللي نوعا ما كده حابب أنه في شجرة وقفت وما زالت موجودة وقبر إيرن ما زال موجود وهذا الولد اللي جام على الكلب وقف قدامها كل شيء عندي هنا تمام كلها كفاية أي محاولة لحلب القصة حزع مع أنه هذه الصورة ما تبشر بالخير بس نقول إن شاء الله هي رمية من ذا الرامي فأنا حبيت النهاية والرسالة القوية منها ببيت نهاية كل الشخصيات اللي موجودة في العمل سواء الجانبية أو الأساسية آيسياما قدم قصة متكاملة الأركان قدم عالم مكتمل الجوانب ناقش قضايا في كل نحو وصوم قدم شخصيات تدرس ويضرب بها المثل مستقبلاً في كيفية بناء الشخصية لكن في نفس الوقت العنصر المهم في عالم هجوم العمال حالقه هو الأسرار كم من الممكن كفرصة مهدرة اللي بحار فيه أكثر وأكثر لكن من نظرة واحدة على كل الأعمال تلفزيونية، أنيمي، كتب، روايات على الأقل اللي جاتنا الفرصة للاطلاع عليها ما في عالم يوازي كبر العالم اللي تم تقديمه في هجوم العمالقة يوازي عدد الشخصيات اللي عشنا فيها مع هجوم العمالقة يوازي عدد القضايا المتنوعة والمتعددة والإسقاطات الاجتماعية المتعددة زي هجوم العمالقة كل هذه الأمور تم تناولها في 88 حلقة فقط 88 حلقة الأكثرية منهم 20 دقيقة وأوصل لهذه النهاية المتكاملة فيها عيوب، فيها فرص العديد والعديد المهدرة لكن ما سابتني غير مع ذكرى رائعة شخصيا نهيت رحلة عشرة سنوات وأنا عندي غصة وعندي إحساس كده حابة شاركوا معاكم أظن لو عند الموسم الرابع نزل دفعة وحدة كان الإحساس هيكون كمان أقوى مع النهاية التطويل على مرة ثلاث سنوات بدينا نعلي على بعض التوقعات بدأت تزيد النظريات بدأت تزيد أنا وعالمستوى الشخصي حفظل دائما شايل أجمل الذكريات من هذا العمل أنا وعالمستوى الشخصي ومع نهاية الحلقة حسيت بفراخ كبير وفوري صعب يجي عمل في المستقبل القريب ويمليها للفراخ كده أنا طولت وآسف أن الفيديو طويل بس حابة وجه الشكر لآي سياما ولجمهور العمالقة اللي خلانا نعيش فترة الفازية ولا أروح على مر سنوات وتقييمي للحلقة الأخيرة هو ثمانية ونص من عشرة وأخيرا عرفت معنى الميم سنتين وأنا بحاول أحفر مخي وكنت خايف يكون واحد من الاحتمالات الكثيرة اللي جاتت في رأسي بس الحمد لله إنه ما طلعوا لأي واحد من هذه الاحتمالات وإذا كان المقصد هذا المشهد في بلاكس عظيم رهيب جدا طبعا وإذا كانت تعتبر رمزية باسم الرمية بس إنه نفتكر إنه شي للوشاح والكلام اللي قلها إياه مع وجود حمامة الآن وهذا السلام اللي صاحب العكس على قولهم مكزة كده حلوة كان معاكم ماهر موصلي شباكم إن شاء الله حلقة الجاية